قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبرا فصلينا عندها صلاة الغدات بغلس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديه أبي طلحة فأجرى نبي الله في زقاق خيبرا وإن ركبتي لتمس فقذ نبي الله ثم حسر الإزار أو الإزارة عن فقذه حتى إني أنظر إلى بياض فقذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قالها ثلاثة قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس يعني الجيش قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دحيته فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي قال ذهب فخذ جارية فأخذ صفية من تحيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية من تحيي سيدة قريضة والنظير ولا تصلح إلا لك قال دعوه فجاء بها فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عطقها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا فقال من كان عنده شيء فليجئ به وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن وأحصبه ذكر السويق قال فحاسوا حيسا فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في غزوة خيبرة وكانت في العام السابع من الهجرة في أول العام بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلح الحديبية إلى المدينة وعدهم الله مغانم كثيرة يعخذونها وهذه الغنائم وهي فتح خيبرة وقد كان بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح فأخفروه وغدروا ورئيس بن النظير الذين استقروا بخيبرة هو حجي بن أخطب وقد غدر وجاء مع بني قريضة عام الخندق فقتل معهم ولما غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتربصوا به أمره الله بغزوهم فخرج إليهم فسر المنافقون بذلك ورأوا أنها ستكون هزيمة ونكبة للمسلمين وأنهم لن يعودوا بعد ذلك إلى ديارهم أبدا وقد أنزل الله ذلك في سورة الفتح فقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وقد شرح ظن السوء فقال بل وننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ون السوء وكنتم قوما بورا فظن السوء يظنوا أن الله لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فتعاهد المنافقون أن لا يخرج فيها منافق فهي الغزوة التي لم يخرج إليها منافق وغنم فيها المسلمون هذه الغنائم الهائلة التي هي أكثر مال تمولوه حتى قال عمر يا رسول الله إن أعظم مال تأثلته هو مال الذي بخيبر فأمرني أجعله حيث جئت فكان ذلك أول وقف عرف وهو وقف عمر بن خطاب الذي حدد له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الغزوة خرج فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأصار والأهل خيبر من قديم لهم حصون حصينة وقد جمعوا فيها من أنواع التجارات وغيرها ما يغنيهم فمنع الله عنهم الأخبار فلم يعلموا بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرب خيبرة ولم يكن يغدره أنبياء الله لا يغدرون لا يأتون على غيرته فلم يغير عليهم في الليل فصل الصبح بغلس في أول وقتها ثم بعد ذلك ركب هو وأصحابه فلما وصل إلى أهل خيبرة وقد فتحوا حصونهم وخرجوا إلى النخيل إلى أعمالهم وهي الزراعة رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش معه وقد كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها لهم حربا فقال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قومهم فساء صباح المنذرين هذا صباحهم فساء صباح المنذرين فقالوا محمد والخميس فتركوا أعمالهم وبادروا فأغلقوا بعض الحصون وبقي بعضها فبعضها دخلت عن وتنوي الحصون الصغيرة والحصون الكبير أغلقوه وهو الذي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا لفتحه وأخبره أن الله سيفتحه على يده أخبر الناس بذلك من الليل فقال لأوطي أن الرأية أغدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها وكان علي الأربدة من الحر فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفبصق في عينيه وأعطاه الراية وقال اللهم قهي الحر والبرد فما أحس بعد ذلك بحر ولا ببرد فكان يلبس لباس الشتاء في الصيف ولباس الصيف في الشتاء ففتح الله على يديه كما وعد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل من اليهود تسعون وأسر منهم تسعون وكانت صفية بن تحيي بن أخطبة وهي يوم المؤمنين رضي الله عنها كانت في الجاهلية زوجاً للربيع بن أبي الحقيق وكان من تجار اليهود ومن أغنيائهم وهو أخوه أبي رافع بن أبي الحقيق الذي قتل في المدينة تلوه الأنصار في أول الهجرة والربيع هذا من الشعراء والحكماء وهو الذي يقول إنا إذا مال الدواع الهوى وأنصت السامع للقائلي إنا إذا مال الدواع الهوى وأنصت السامع للقائلي واصطرع القوم بألبابهم نقضي بحكم عادل فاصلي لا نجعل الباطل حقاً ولا نلط دون الحق بالباطل نخاف أن تسفها أحلامنا فنخمل الدهر مع الخامل وقد رأت رؤيا أنها وقع القمر في حجرها فأخبرت زوجها بذلك فلطمها على وجهها وقال إنما تتمنين أن يتزوجك هذا الرجل يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحقق الله رؤياها وهي تجمع بين البطنين المشهورين من يهود فأبوها سيد بن النظير وهو حيي بن أخطب وأمها برة ابنت السموأل ابن عادية وأبو برة هذا السموأل هو سيد بن قريضة وهو الشاعر المشهور والمشهور أيضاً بالوفاء يضرب به المثل الوفاء وهو صاحب القصيدة المشهورة التي يقول فيها إذا المرء لم يدنس من اللؤم إرضه فكل رداء يرتديه جميل وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أننا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أننا قليل وجارنا عزيز وجار أكثرين ذليل لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامل وسلوله يقصر حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطولوا وما مات منا سيد في براشه ولا طل منا حيث كان قتيله فهي في موضع السيادة من البطنين معا وبنوا قرأة كانوا يلقبون في الجاهلية بالكاهنين ولما فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم جاءه الحجاج بن علاط السلم وكان من تجار الصحابة وكان له ديون كثيرة بمكة فلما أسلم منعه قريش ديونه قالوا والله لا نعطيك ما يعينك على قتالنا فلما أفتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم أرسل الحجاج بن علاط السلمية إلى العباس بمكة يخبره والعباس أسلم قديما قبل موته بطالب وقد حضر بيعة العقبة وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى تختم به الهجرة فكان مكلفا بمهمة أمنية في مكة يجمع له الأخبار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إليه بعض الرسول ببعض الأمور وقد خرج مع المشركين إلى بدل فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله فظن الناس أن ذلك لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس الحال كذلك فقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيره إذا كان غازيا مشركا ولكن المقصود أنه مسلم ويكتم إيمانه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أسرع بدل وأرسل إليه الحجاج بن علاط يخبره فاستأذن الحجاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب على قريش حتى يأخذ منه أمواله فأذن له بذلك وجاء الحجاج إلى قريش فأخبرهم أن اليهود هزموا محمدا وأصحابه وأنه تركه أسيرا إنه في أغلاله يقولون لن نقتله حتى نبيعه بمكة وجاء إلى العباس فأخبره فقال لقد قتل منهم تسعين وأسر تسعين وتركته معرسا على ابنة ملكهم واكتم علي ثلاثا حتى أخرج فاستخرج كل ديونه من قريش وهرب فكانت هذه الكذبة الكبيرة بإذن النبويين أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فدل هذا على أن الكذب إذا كان مأذونا فيه لمصلحة أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مثل كذب إبراهيم عليه السلام الذي ليس كذبا وإنما هو صدق ففيه مصلحة راجحة حينئذ فما كان مما يحمي به الإنسان نفسه أو دينه أو عرضه أو ماله وهو متعين عليه لا حرج فيه